هميزت يا لغة بطاد عندنا من بين أنواع اللغات محاسنا جملت أقوال العظام فصاحة وعذوبة تبدي الجمال معادنا قامت مجامع صفوة لعلومك حيث انبروا في الذود عنك تراثنا بك سيد الثقنين قام مفاخرا أنا أفسح العرب الذين لهم أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيتها الأخوات الفضليات وأيها الإخوة الفضلاء في هذه الليلة المباركة الطيبة والتي نختم فيها بالمنصوبات لم يبقى لنا إلا أن نعرض للمفعول معه ذكرنا يا شيخ متوكل بما درسنا من المفاعل بفضل الله تعالى درسنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لعجله والمفعول فيه أحسنت اللي هو الظرف بنوعيه زمان ومكان أحسنت وبقي لنا هذا المفعول معه المفعول معه تعريفه للصراحي يا شيخ مدثر هو اسم منصوب يقع بعد واو تدل على المصاحبة 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 تسمى وعاو المعيه مسبوقة بجملة فعلية أحسنت بزاك الله خير إذن تفقنا يا شيخ متوكل على هذا التعريف للصراحي الجامعة المانع نعم لكن هل لنا أن نضع شروطا للإسم الذي يجدر به أن يكون مفعولا معه لا بد من شروط نعم الشرط الأول أن يكون اسما فلا يدخل فيها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله نعم هذا القول لأبي الأسود الدؤالي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي الشقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نعم نعم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى إذن الشرط الأول أن يكون اسما أي المفعول معه فلا يدخل فيها أي في هذه الجملة التي ذكرناها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله هذا خارج عن إطار الذي حددناه الشرط الثاني أن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى مع يعني إذا وضعت مع مكان الواو واستقام المعنى إذن هذا يتطابق مع صحة ما نرمي إليه فليس من ذلك نجح محمد وأحمد نعم الواو هنا في التي توسطت بين محمد وأحمد ليست واو ليست واو المعية واو معية نعم وإنما هي واو العطف نجح محمد وأحمد فأخذنا سابقا أن واو العطف تدل على أو تفيد الجمع المطلق نعم الشرط الثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بجملة فعلية وها هي الأمثلة التي نود أن نعرض لها نمت وصوت الشيخ المنشاوي سرت وشاطئ الخليج مشى الرجل والبستان سافرت والأصدقاء سار البدوي والجبل خرجت من البيت وطلوع الفجر هذه الأمثلة جلها تبين لنا أن ما بعد الواو يعرب مفعولا معه لنطبق الشروط التي ذكرناها آنفا شرط الأول أن يكون اسما أن يكون أن يكون اسما ما بعد الواو هو اسم أم فعل شاطئ اسم اسم مشى الرجل والبستان اسم أن فعل اسم سافرت والأصدقاء الأصدقاء اسم سار البدوي والجبل الجبل اسم خرجت وطلوع الفجر طلوع اسم طلوع اسم إذن بتطبيق الشرط الأول وجدنا وجدنا أنه يتفق تماما مع الأمثلة الشرط الثاني أن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى مع يعني لو قلنا نمت مع صوت الشيخ المنشوي سرت مع شاطئ الخليج مشى الرجل مع البستان سافرت مع الأصدقاء سار البدوي مع الجبل خرجت من البيت مع طلوع الفجر إذن الشرط الثاني أيضا تحقق تحقق الشرط الثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بجملة فعلية وشاطئ الخليج ماذا قبلها سرت سرت جملة فعلية والبستان ما قبلها مشى الرجل جملة فعلية والأصدقاء ما قبلها سافرت جملة فعلية والجبل ما قبلها سار البدوي وطلوع الفجر خرجت خرجت إذن ما قبل الواو كلها جمل فعلية بذلك تكون الشروط الثلاثة تحققت على هذه الأمثلة التي بين أيدينا الآن نريد الآن يا شيخ متوكل أن تأتي لنا بمثال على كل نوع من أنواع المفاعل لنبدأ بالمفعول به نريد مثالا حفظ الطالب القصيدة تمام أين المفعول به في الجملة القصيدة عرابها ومفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره جميل المفعول المطلق نريد جملة على المفعول المطلق حفظت القرآن حفظا 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 مفعول مطلق مؤكد للفعل لو أردنا أن نبينه أو نجعله مبينا للنوعي نقول حفظت القرآن حفظ الواثقي حفظ الواثقي تمام ننتقل إلى المفعول فيه جملة عن ظرف الزمان ماذا تقول الامتحان صباحا الامتحان صباحا بإذن الله تعالى جملة على ظرف المكان جملة على ظرف المكان جلست جلست تحت الشجرة جلست تحت الشجرة تحت ظرف المكان جميل المفعول معه نريد مثالا استوى الماء والخشبة نعم مثال آخر سرت وشاطئ الخليج مثال آخر خرجت وطلوع الفجر تناول خرجت وطلوع الفجر بالإعراب خرج فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والواو بمعنى طلوع مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف والفجر مضاف إليه نعم إذن بهذا نكون قد تناولنا النوع الأول من المنصوبات حيث تقرر بيننا أن نستعرض المرفوع من الأسماء وهذا قد تم تم عرضه وتم التدرب عليه وأخذنا عليه بعض الموضوعات التي تناولناها بالقراءة والفحص ثم بدأنا اليوم في استعراض المنصوبات حيث تناولنا تناولنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول والمفعول فيه والمفعول معه بإذن الله تعالى سوف نستكمل بقية المنصوبات حينما يتيح الله لنا اللقاء المبارك وهو سبحانه وتعالى مولانا وكافلنا وناصرنا فضل يا شيخ يا يمكن أن نقول تم الكلام وربنا محمود فله المكارم والعلى والجود فعلى النبي محمد صلواته مناح قمرين وأورق عود أحسنت أحسنت ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحل الجلال الوافد وكأن صداح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد وتساءل الثقلان ليلة إذ بدأ نور الجلالة بالنبي الأمجد يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق واستداد والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه رب يسر ولا تعسر وأعني يا كريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام مميزت يا لغة بضد عندنا من بين أنواع اللغات محاسنا جملت أقوال العظام فصاحة وعذوبة تبدير جمال معادنا قامت مجامع صفوة لعلومك حيث انبروا في الذود عنك تراثنا بك سيد الثقنين قام مفاخرا أنا أفصح العرب الذين لهم أنا